اهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء في تقرير جديد من ايكوتي جلوبال ماركتز معكم رائد القطر نتحدث في هذا التقرير عن ثلاث نقاط أساسية سنذكرها بالترتيب أولا الجيني الاسترليني وتعاملات وبيانات التضخم التي صدرت اليوم التي ضغطت على الجيني الاسترليني بالانخفاض كذلك تعاملات اليورو وما ننتظره خلال تعاملات هذا الأسبوع على وجه التحديد وأخيرا سنتحدث عن الملاذ الآمن الذهب والسيناريوهات المتاحة نبتدأ أولا مع الجيني الاسترليني حيث من بريطانيا المملكة المتحدة صدرت لدينا بيانات التضخم لتأتي بأقل من التوقعات جاءت القراءة عن الشهر الماضي بقراءة 2.6% عن شهر يونيو في حين التوقعات كانت عند 2.9% ذلك سبب تراجع حاد في الجيني الاسترليني بشكل مباشر بنتيجة هذه القراءة التي تعفي البنك المركزي البريطاني من التدخل بشكل مباشر لرفع أسعار الفائدة وذلك لمكافحة التضخم الجامح أو خروج التضخم عن السيطرة أشرنا في تقرير يوم أمس أن السبب الرئيسي وراء ارتفاعات التضخم هو تراجع قيمة الجيني الاسترليني إجمالا وأيضا هذا التراجع الذي يعزى إلى محادثات البريكزيت بالتالي وضع بريطانيا والمملكة المتحدة لا يزال معقدا بعض الشيء من ناحية البيانات الاقتصادية وأيضا فيما يتعلق بسياق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي كل ذلك سيضغط على الجيني الاسترليني أكثر خلال الفترة القادمة ومستويات الفوق الثلاثين قد لا تدوم طويلا للجيني الاسترليني أمام الدولار الأمريكي كل ما يخدم بقاء الجيني الاسترليني حاليا فوق الثلاثين هو على الرغم من ضعف الجيني الاسترليني إلا أن هناك ضعف في الدولار الأمريكي وهذا ما يسبب بقاء واستقرار الجيني الاسترليني فوق مستويات الثلاثين بالانتقال إلى النقطة الثانية وهي اليورو الذي يحقق ارتفاعات خلال اللحظة التي نصور فيها هذا الفيديو اليورو تقريبا يستهدف حاليا مستويات الـ 1.1620 تليها مستويات 1.1720 بالاتجاه الصاعد طبعا ارتفاعات اليورو هي قبيل الاجتماع المركزي الأوروبي الذي سيأخذ مكانا في يوم الخميس هذا الأسبوع وما ننتظره من ماريو دراقي من تصريحات ذكرنا أن اجتماعات المركزي الأوروبي ستزداد أهميتها تدريجيا خلال الفترة القادمة ويجب أن نصلت الضوء بشكل واضح على كل تلميح يصدر عن السياسة النقدية يعني بيان السياسة النقدية وأيضا على لسان أعضاء المركزي الأوروبي وبالتحديد رئيس بنك المركزي الأوروبي ماريو دراقي للحصول على إشارات حول كيفية تخفيف أو تقليص برنامج التيسير النقد الذي ابتدأ منذ حوالي أكثر من عام طبعا هذا يدعم ارتفاعات أكثر على اليورو وقد تكون الاستهدافات بتوسطة إلى طويلة المدى هي عند مستويات الـ 1.12 وصولا إلى الـ 1.20 فبالتالي يجب أن نكون على حذر من ارتفاعات اليورو وأخيرا الذهب الذي حاليا هو يتداول فوق مستويات الـ 1.235 دولار إلى 1.236 دولار للأنصة فنيا تظهر حركة الذهب أنه مستقر بعض الشيء فوق مستويات الدعم الحالية التي تم اختراقها هي مقاومة تم اختراقها وتحولت إلى دعم هي عند تقريبا مستويات الـ 1.236 دولار للأنصة استقرار الذهب فوق هذه المستويات واختراقه للقمة التي رسمها يوم أمس يعطي مجال لمزيد من الارتفاعات بحوالي 10 دولارات على الذهب واستهدافاتنا قد تصل أكثر من ذلك نحو مستويات الـ 1.244 دولار للأنصة ومن ثم سيناريو عودة لمزيد من الارتفاعات على الذهب وانعكاس كامل بالاتجاه الهابط الذي كان قد سلكه الذهب خلال الفترة الماضية نحن نتحدث عن المدى القصير إلى المدى المتوسط أي عودة إلى مدون مستويات الـ 1.236 ستدخلنا في نطاق تداول عرضي ضيق هو محصور في حوالي 4 دولارات كقناة ضيقة في التداول العرضي على الذهب هذا كل ما لدينا في تقرير اليوم أشكر لكم من المتابعة وأراكم في فيديو يوم غد اشتركوا في القناة